هذا واحتفل المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين بالسنة الجديدة وسط أجواء من الفرح والأمان بعام جديد ينعمون به بالصحة والعافية وخال من الأوبئة وفي هذا العام كان فريق البحرين متصدرا للمواضيع المستذكرة لعام 2021 حيث بادر المواطنون والمقيمون بشكر الفريق على كافة إنجازاته في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية متمنين دوام الرفعة لمملكة البحرين نودع عاما ونستقبل آخر وكلنا أمل بأن يكون هذا العام حاملا معه السلام والفرح والأمل لكل الناس ومع بداية الساعات الأولى من العام الجديد انطلقت الأمان وتجددت الأمال بأن تعم الصحة ويسود السلام المواطنون والمقيمون عبروا عن مشاعرهم بمناسبة السنة الجديدة واستذكروا مواقف فريق البحرين في شتى المجالات مؤكدين الدور الكبير الذي لعبه الفريق خلال السنة الفائتة ومتباهين بالنتائج المحققة في المملكة على أرض الواقع أولا نشكر الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا على الجهود المذولة للتصدي لحظة هذه الجائحة كما نشكر ولي العهد لأمير سلمان بن حمل آل خليفة على خطة التعافي الاقتصادي وإن شاء الله نشوف هاي نتائجها في السنة اليديدة فريق البحرين مقصر في مواجهة هذه الجائحة صراحة قاموا بجهود جبارة وكثر الله خيرهم ومقصرة ويعطيهم ألف عافية والله أمنياتي للسنة الجديدة أنه ينعاد علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية بخير ويجعل عالم بزمان وسلام وهذه واحدة اللي يتمناها بكل هذه الدنيا أمنياتي إن شاء الله السنة الجديدة سنة سعيدة على الأمة الإسلامية وعلى الجميع يا رب وسنة خالية من الوباء الحمد لله يعني خلينا نقول الوطن العربي بشكل عام أبذلوا جهد جبار جهد كبير الحمد لله في التصدي للوباء الكورونا وخلينا نقول رفعة الاقتصاد في الوطن العربي الحمد لله أمنيتي صراحة يستغر الأمن والأمان في دول عربية والإسلامية وأن يكون هناك يعني كل إنسان يحصل على ما يتمنى بس من خلال العمل الجاد ومن خلال العمل الجاد وطبعا تحقيق أمنيتها عن طريق الإخلاص في العمل عن طريق التوفيق بين الأهل أن تختفي المشاكل من العالم ومن يساعد الأمن والسلام في كل دول العالم إن شاء الله براءة الأطفال كانت متواجدة وأمنيهم البسيطة حاضرة لعام جديد يحمل لهم مفتاح تحقيق الأحلام الشيء ترجع حياتنا طبيعية مدرسة ترجع عادي نشيل الماسكس خلاص نقدر نسافر أماكن كده ويكون سنة حلوة أسجل في أكاديمية شباب وأصير لها أبكور تنتهي أزمة كورونا ونعيش بأمان وسلام أن أكون أكبر وأكون أقوى ذقت ساعات السنة الجديدة بمختلف التوقيت حول العالم وتوحدت الأمان في نهاية الدقيقة الأخيرة من يوم الجمعة لتكون دعاء يدعو للسلام والحب في مملكة البحرين وشتى بقاع العالم أمان خير وحب والسلام بمناسبة السنة الجديدة ومواقف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لم تفارق بالا المواطنين والمقيمين لتكون أبرز المواضيع لسنة الفائتة شوق العثمان لمركز الأخوار تلفزيون البحرين